السويد يجب أن تفرمل الهجرة هذا آخر تصريح صرحت فيه وزيرة الهجرة السويدي ماريا مانمر ستينغارد في مقابلة مع صحيفة تيليغراف البريطاني وقالت الوزيرة أن الحكومة السويدي لازم تحاول أن توقف الهجرة بأكبر قدر ممكن حتى تقدر تحسن عملية الاندماج وبالتالي تكافح الجريمي بالسويد بتشيل القابل لأنه هناك حوالي 62 ألف شخص له ارتباط بعالم الجريمي بحسب الشرطة السويدي الوزيرة بتحمل هذا الموضوع للهجرة الكبيرة اللي صارت إلى السويدي خلال العقود المواجهة وطول الوزيرة بالتصريح لصحيفة تيليغراف أنه الهجرة الكبيرة مع انخفاض عوامل الاندماج الفعال أدى إلى أن المهاجرين يعيشوا بأجلاء اجتماعية وبالتالي هذا الشيء أدى أنه عدد كثير كبير من أبناء المهاجرين غمصوا بعالم الجي أضافة وزيرة أنه من الملاحظ أنه عدد كثير كبير أو أعداد كبير من الناس اللي متكبين جرائم هني من أصول مهاجرة أو من أبناء المهاجرين حتى يتم إيقاف هذا الشيء لازم يتم إيقاف الهجرة حتى تقدر السويد أنها توقف هاي العملية أو انتشار الجريمي بالبناء ورغم انخفاض كبير والتاريخي بأعداد طلبات اللجوء إلى السويد إلى أنه وزيرة الهجرة ماريا مار من ستينجر بتقول أنه ما زال هناك العمل الكثير الذي علينا أن نقوم به وبتشير الوزيرة إلى أنه حوالي ثلث الأشخاص المولدين خارج السويد لا يعولون أنفسهم حاليا وأنه هذا الشيء ما رح يكون جيد على المدى الطويل إذا كنا نريد الحفاظ على نظام رفاة الاجتماعي على حد قول الوزيرة ماريا مار من ستينجر شراكم بهذه التصريحات كتبونا بالتعليقات شكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته